اشتركوا في القناة لباس الخروج هذا هو حبيبتي جابته لي رأي عندها مشكل جاءها شروه لها هادية ما خبروه لها وكي شروه لها جاءها مزيّر تحت الباط كما نقوله احنا جاءها مزيّف يعني في قسط هكذا دورة تحت الإبط هادية جاءها مزيّر اياها جابته لي ومنطوح تطلع وجاءها طويل وجاءها في الطول طويل اياها قلت لي إذا تقدري يعني تدويه لي يعني باش نولي اللبسه قلت لها ما كانش مشكل حبيبتي رأينا رايح نخدمه لك وإن شاء الله تلبسيه بالصحة وليهنا إذا رايح نوليكم حيلة كيفاش توسعوا في اليد إذا كان مزيّر هنا في هذا المكان إذا كان مزيّر كيفاش توسعوا فيه وكذلك رايح نشارك معكم العطفة كيفاش نخدمها تابعوا الفيديو معايا ورايح نتستفادوا وتخرجوا منه إن شاء الله يا ربي مستفادين ورافدين معلومة تنفعكم طبعاً لكل مهتمة ومحبة لهذا المجال اللي هو الخياطة هنايا إذا رايح نوريكم كيفاش رايح نفتح اليد التاعي اليد تحت الابط هنايا رايح نفتحه نفتحه نوريكم كيفاش تزيدوا واحد في طول تحارضة الابط تزيدوا فيها واحد دو سنتيم هذا كدو سنتيم كي تزيدو تحوضوا لتحت تحلوا اليد اللي تحت البط تحلوه ايا وتعود تولوا تحلوا اليد وتعود ترجع وتخيطوه هاكدا هو اللي عندنا اليد شوية يهود ويعراض يعراض تحت الابط تحت الباط يعني كما نقول احنا اللي هي دورة الصدر دورة الصدر نتاعنا تزيد بواحد خمسة سنتيم او ستة سنتيم ان شاء الله هي اللي يجيها شباب و ما يجيها مزيّر لانه لقيت لي ويغبنها يعني كتولي ترفع يديها كتولي هكا ويجي مزيّر على الصدر جاي شوية يغبنها ايا انا شوف حليت لها تحت الباط حليت لها ايش حليت لها حليت لها من بوحد لخمسة سنتيم حليت الاخيارات من بوحد لخمسة سنتيم ونرجع هنا غير اسمحوا لي المقطع اللي قصيتها راحلي ولكن رايحا رايحا نتصوره من جهة الأخرى من يد الأخرى ونعاود نحطه لكم هنا غير ما تقلقوا شغل سابع الفيديو حبيبتي بايش تفهموا غاية هنا من بعد ما قصيت هذه الزيادة اللي حليتها رجعت خيطها يعني خيطها ثاني عاود وين قطعت اليد تحت الباط وين قطعتها نجحت خيطها هنا وهو خيطها بهذه الطريقة اذا نكمل خيطان ساعي كامل نتعي ليد هذا اللي حليته بالطريقة سوف تتبعوا معي الفيديو حبيبتي ورحين تفهموا غاية هنا يومي هنا يومي يومي هنا يومي يومي بزاف في الخياطة خيط خيط لها كل الحمد لله لغاية تحتاج لها مقطع الذي قلت لكم سوف نقصيها في الجهة الأخرى في اليد الأخرى سوف نقصيها سوف تحت الباط نقصف في التوبة التاعية كامل سوف نقصف فيه نقصف التوبة التاعية تحت الباط نقصف يومي نقصف دورة الصدر نقصف 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 سبحان الله لم يقصف نقصف نقصف هذه العطفة العطفة الثاني قلت لها طويلة 8 سنتيم نقصف نقصف 14 سنتيم نقصف نقصف و 14 سنتيم نخيط يعني لخطر راكم تعرفوا العطفة ساحنا لكي تجيكم فينية و تجيكم غاية خاصة تطويل القمش تجيز مرات تطويل الطويلة الأولى و الطويلة الثانية اللي نخيطوا عليها لكي تجينا العطفة ساحنا فينية و لا تبقى تنسل يعني تبقى ميتة كما نقول احنا صبا ودق وصبا وعاود لا تخسر الخيطان لا تنحل لا تنسف كما نقول هذه هي هذه هي أحباباتي نقول لكم إذا وصلتوا حتى الهناية معايا في الفيديو لا تنساوا ليش من اللايك واشتراك وإذا أعجبتكم حاجة وبغيتم بارتجها معاكم ولا تحتاجتوا أي حاجة غير كتبوا لي في التعليق ورايحا نحط لكم ما شو ما بغيتو غير وبكفوا معايا وطلعوا لي للقناة راهي ناقصها في المشاهدة راهي ناقص فيها تفاعل بزاف بزاف وليت نحط الفيديوهات ولكن ما كانش تفاعل تفاعل راه ناقص ما عندكم حبيباتي يعني دعم للقناة لكي نستمر في هذا المشوى إن شاء الله يا ربك مثلا هذه هي ضرب بقراني خيط فلحة طفلت ساعي خيطها ضربها دور ساير في الجلال ضربه دور ساير ايا وكملتها وشفتها صاحبتها عجبتها ووجدتها قد قد لف الطول ولا في العرض لف العرض تحت الايبط يعني حادث الايبط يعني ضوارا الصدر ولا في الطول انتع اللباس الحجاب تاعها عجبها والحمد لله على كل حال اللهم ولي توفيق الله ولي توفيق لنا ولكم ان شاء الله اذا حبيباتي الى هنا اقول لكم الى اللقاء او الى الملتقى في فيديو قادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء ان شاء الله مع السلامة